1 2 2 يا ما دام أنا مش نوع شر أنا هشرل ايدي بالراحة هاريت افضل هادية عشان هيجولك كلمتين هيفطمك على عكا الكتير فيها مصلحتك ماشي؟ أنا عايز أعرف أنت عرفت مكاني إزاي؟ وإزاي دخلت لحد قد تنومي هنا بالرغم الحراسة اللي موجودة برا؟ ممكن تهدي وتاخدي نفسك أرجوك هدي ومش عايز صوتك يا إله عشان الحراسة اللي برا ما تجيش هنا وتقرفنا ما تخلناش نعرف نعود مع بعض ونتكلم مش قبل ما عرف أنت عرفت مكاني إزاي؟ مش معنى أني قلت لك إن أتصل بي تجيبني بالطريقة دي من قوضة نومي أظن ده ما كانش قصدي نور هاني تديم نار على العالم والوصول لبيتها جديد حاجة ما الصعبة أما جيت إزاي هنا فدي لعبتي ولا نسيت لما جيت لك بيتك القديم ونضيتك على العقود وهي دي حاجة تتنسي؟ أنا بعاني لحد دلوقتي من اللي أنت عملتو فيها مش اللي أنت عملتو فيها بس بعاني بين كل حاجة حوالي ما يبقاش قلبك سود؟ أنا صلحت الغلطة اللي عملتها ورجعت العقود لطريق باشا الله يرحمه وحطت إيدي في إيده ورجعنا لك بنتك ولا نسيته؟ ما هو ده اللي حيجنيني؟ يبقى الباشا الله يرحمه حكالك؟ حكالي؟ وعمري في حياتي محترت في حد هقد محترت فيك يا فتحي عشان كده طلبت منك أنك تتصل بيها لأني مش فهمك أنت مين؟ أنت إيه بالضبط؟ أنت مجرم؟ ولا عصباجي؟ ولا ضحية ولا مظلوم؟ رد علي أنت مين يا فتحي؟ أنت إيه رأيك يا هانم؟ ما أعتقدش أن أنت مكلف نفسك وجاه لحد هنا عشان تعرف رأي فيك عندك عقب الله يفتح عليك إيه؟ أنا ما أهمنيش رأي أي حد لأن أنا نفسي بحضر في نفسي كتير يعني ما يفرقش معايا رأي الناس والإيه بقى ليه يفرق معك؟ الفرصة مش فهمة؟ الفرصة اللي إدهني جوزك طريق بقى عشان الله يرحمه عشان أبعد عن سكة الشر وطهر نفسي من كل اللي فات مسكت في الفرصة دي بإدايا وإسناني لكن للأسف محد يستق أنت عايز إيه؟ عايز تجنني؟ عايز تقنعني أن أنت بلكش أي يقدف كل اللي بيحصلي؟ ولا اللي بيحصل لأي حد تبقى خلطان يا فتي لأن إنت لو جاي عشان تبرق نفسك قدامي هتشكتني فيك أكتر بص أنت طلبت مني أني أسكت وأنا سكت وهديهم؟ أكيد عندك الأهم اتكلم يا فاتح أنا سمعك أنا جاي أقولك حاجة واحدة بس إن عدوي وعدوك واحد اللي بيأزين أنا وأنت شخص واحد مين؟ اللي رجالته حواليك وبيمثلوا إن هم بيحموك رفيق الجراح؟ مالك كده واخد الحكاية على هادي أنت كان عندك علم قبل كده ورأسي عبدور؟ غريبة أنت عرف إن رفيق الجراح بيقول عليك نفس الكلام؟ بيفهمني إن أنت سبب كل المصاهب اللي بتحصل لي؟ رفيق الجراح ده تعبان وتعبان كبير سمه قارع لازم يولك كده ولازم أنت كمانت عائليها أنا مليش أي مصلحة في أزيتك رفيق الجراح وجماعته هم اللي كارونا عليكو عشان خاطر ناخدوا العقود هدفهم الأساس إن كانوا ياخدوا مجموعة الديب صدقيني وأنا وطريق جوزك اللي يرحموا وقفنا لهم وطلعناهم من المولد بالا حمص عشان كده المرة دي جايين عمليين زي المجانين عمليين مؤامرة كبيرة عشان يخلصوا على الكل وبدأوا بطارق والمرة تتدور عليكي طب أنا وأعرف هم عايزين مني إيه مجموعة الديب لكن إنت بقى هيعوزوا منك إيه يا فتحي؟ الأمان أنا هخلص لهم على أي حد عنده معلومة عنهم وبعد ما أعمل كده هيجي دوري ويخلصوا عليها ونبقى أنا وإنت عملنا اللي علينا ودناهم مجموعة الديب والأمان على طبق منفضة كلامك معقول برضو بس إنت يا فتحي إزاي تعمل كده؟ إيه اللي يكبرك إن إنت تحط إقديك في قديهم؟ دي حكاية طويلة المختصر بتاعها إن هم مسكين علي اللي يخلين جريهم لو يندراعي بس أنا هعرف الوقت المناسب اللي هيخلين أفك اللاوية دي وأخلص منهم القديم من جديد يا سلام وإنت بقى جاي تحذرني منهم إيه؟ شهامة وجدعانة؟ كده الوجه اللي؟ المثل بيقولي يا هانم بيقول إيه يا فتحي؟ أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي يا الغريب الله ينور عليك إيه؟ ودول بقى مزغور به بس دا العدوة باينا في عنيهم مش عالين الشر لكل البلد عارف المجموعة بتاعتي دي كلها بكل الناس اللي شغالين فيها بكل غيرها مجرد خطوة حتى تركل وأول ما يتدوحوا بتركلهم شوية شوية هيدوسوها الكل مقدروش علينا بالسلاح هقدرو علينا بالسخرة والتجوية والبقية تأتي كنت متأكد إنها عالك كبير وهتفهم القصد والنية بسرعة طب والعمل يا ابن عمي عقلنا فرصنا نعرف خلصنا يا بنت عمي وأنا متأكد إنهم اللي خلصوا على طارق عشان يستفردوا بيكي وياخدوا اللهم عايزينوا بسهولة أنا متأكدت أخد بالي وكان قلبي حاسس ومش هاسبهم أنا اتصلت بالضبط خالد وهحكيله على كل حاجة وأكيد هو هياخد لي حقي كويس الضبط خالد مش سهل وهيعرف يسلك معاهم أين هم ده ممكن يعكسني في حاجات كتير وأنا بعملها بس مش مهم أهم حاجة يكونوا مرصودين وتحت العين وبعدين مش يمكن لما جاسدهم يصطدوني بساعدها بقى يبقى البركة فيكي أنت والضبط خالد تعملوا اللي أنا مقدرتش أعمله أنت أهم حاجة يخليك في سكتك زي ما أنت ولا كأنك شفتيني ولا كأنك سمعت ولا كلمة من اللي أنا قلتها ولو في كلمة واحدة من اللي احنا قلناها طلعت برا أنا هتضر جدا ومراتي هتموت وهو مش معقول يعني خير أن تعمل شر أن تلقى برغم الشيلك كبيرة اللي أنا شيلها فوق كتافي إلا إني منست كيش وما حبيتش تعيش على عماك كتر من كده كتر خيرك يا فتحي أنا اللي شفتك ولا عرف عنك حاجة بص يا أنا أنت في رقبتك ناس كتير عشان كده خلي بالك على نفسك وإنت كمان خلي بالك من نفسك يا فتحي ولما نخلص حسابنا التقيل معاهم هنبقى نتقابل إحنا الكلام اللي بيننا لسه مخلص لو اللي تقال بيننا ده هيفضل سر يبقى الكلام اللي وبقى إياه هتخرج إزاي فتحي زي ما جيت لا 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 أنا هأمنك هغطي خروجك وأوعدك لما نخلص من الهم اللي إحنا فيه ده هتيجي وهتخرج من الباب لو في العمر بقى إياها يحصل سلام يا أنا إنتوا هدى تحت نايمين على ودانكو ولا إيه بالزبط أنا عايز لي أبحث في إيه هدى فيه هدى فيه حركة فوق إنتوا نايمين على ودانكو في صورة عوام استمرك مفيش حاجة هانم كله تمام كله تمام إيه؟ هي عندنا بيتهياجي؟ جايز برضو ما قول لأنا شفته كمان مش أقليل غزو لهاني عموما أنا عايزاكو تفتحوا عنيكو كويس أبيو يتاخدوا بالكو أمن رجالتك خليهم ياخدوا بالهم من مداخل ومخارج الفيلة مفهوم؟ مفهوم يا فندم أنا عايزي برضو يا فندم يعني يتنام وترتاحي كله تحت السيطرة أيوة أنا عايزة كله يبقى تحت السيطرة حاضر يا فندم على إذنك تفضل بعد ما تكشفت لعبتكم القذرة أنا بقى حوريكم مين اللي حيسيطر بجد والأيام بيننا يا رفيقي الكلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر